قال صلى الله عليه وسلم والتقصير في الواجبات وصاحب الورع دائم المراقبة للحق شديد الحذر من الشبهات لا يطرق باب ريبة لهذا استحق الورع أن يكون خير أمور الدين ففي الحديث خير دينكم الورع والورع على أربع درجات الأولى درجة العدول عن كل ما تقتضي الفتوى تحريمه الثانية الورع عن كل شبهة لا يجب اجتنابها ولكن يستحب الثالثة الورع عن بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام الرابعة الورع عن كل ما ليس لله تعالى وهو ورع الصديقين وتمام الورع أن يعلم الإنسان أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وإلا فمن لم يوازم ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات ويفعل محرمات ويرى ذلك من الورع وللورع ثمرات عظيمة منها براءة العرض والدين تحقيق راحة البال وطمأنينة النفس وهو من أسباب الرزق الحلال الطيب وإجابة الدعاء وبه تحفظ الأعراض والدماء والأموال فإن صاحب الورع لا يتجرأ على المحرمات قال ضمرة بن حبيب رحمه الله لا يعجبكم كثرة صلاة امرئ ولا صيامه ولكن انظروا إلى ورعه فإن كان ورعا مع ما رزقه الله من العبادة فهو عبد لله حقا